مشاهدينا أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم النشر الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم ستتأثر المملكة اعتبارا من يوم غد الأحد وخلال أيام الأسبوع القادم بكتلة هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض تدريجي على درجات الحرارة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى الحالة الجوية المتوقعة نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد يوم غد الأحد انخفاض تدريجي على درجات الحرارة أجواء تقريبا خريفية لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة أو باردة نسبيا أثناء الليل المرتفعات الشمالية 27-17 الوسطى 21-14 الجنوبية 18-11 أجواء تميل إلى البرودة أو باردة نسبيا أثناء الليل الأغوار حوالي 30-20 درجة وخليج العقبة 30-21 البادية الجنوبية الشرقية 24-12 وأيضا البادية الشرقية أجواء مقبرة و29 إلى 13 درجة مئوية يوم الأثنين يوم الأثنين انخفاض آخر واضح ملموس على درجات الحرارة أيضا تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة هناك فرصة لسقود زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية قد يصحبها البرق والبرد والرعد أحيانا أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشمالية الدرجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية معدل عظمى 24 الصغرى 16 المناطق الوسطى معدل عظمى 19 والصغرى 13 المناطق الجنوبية جواء باردة نسبيا 16 إلى 10 مع أجواء غائمة جزئيا تقريبا في معظم مناطق المملكة الأغوار انخفاض على درجات الحرارة العظمى 29 والصغرى 20 العقبة 28 إلى 21 والبادية الجنوبية الشرقية 22 إلى 11 وأيضا 27 إلى 11 مناطق البادية الشرقية إذن أجواء باردة أثناء الليل قد تحتاج إلى ملابس معطف حتى نتقي البرد وممكن بعض المنازل تحتاج إلى بعض التدفئة أحيانا خلال الليالي القادمة يوم الثلاثة أيضا انخفاض آخر واضح على درجات الحرارة فرصة الأمطار أفضل تمتد من المناطق الشمالية إلى الوسطى وجزء أيضا من شمال المناطق الجنوبية الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية والوسطى أيضا قد تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وأيضا قد تؤدي إلى جريان السيول في المناطق المنخفضة والأودية المناطق الشمالية 23-15 والمناطق الوسطى 18-12 والمناطق الجنوبية 15-9 أجواء باردة بالليل ورحين نشعر بالبرود وبالتالي قد نحتاج إلى تدفئة المناطق المنطقة العقبة 27-20 والأغوار 28-18 والبادية الشرقية 25-11 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا باردة نسبيا في معظم المناطق أيضا في فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية أيضا وأيضا أحب أشير إلى أنه قد تحدث بعض العواصف الرعدية في منطقة الأغوار ومنطقة البحر الميت قد تؤدي أيضا إلى جريان السيول المناطق الشمالية 22-14 الوسطى 18-11 الجنوبية 15-9 والعقبة 27-20 والأغوار 28-19 البادية الجنوبية الشرقية 20-9 والبادية الشرقية غائمة جزئيا الأجواء مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 24-10 ونلاحظ أنه أثناء الليل معظم الأجواء باردي في معظم مناطق المملكة ولأول مرة منذ خمس أو ست شهور رايحين نشعر بالبرود مرة أخرى خاصة أثناء الليل يوم الخميس يوم الخميس تقريبا استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة الأجواء في المناطق الشمالية لطيفة بالنهار تميل إلى البرود ليلا العظمة 22 والصورة 14 المناطق الوسطى 18-12 والمناطق الجنوبية 15-10 الأغوار 28-19 والعقبة 27-21 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 20-10 والبادية الشرقية 23-11 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء خريفية لطيفة أثناء النهار لكنها باردة نسبيا ليلا المناطق الشمالية 23-15 الوسطى 19-14 وقد تصل إلى 20 والمناطق الجنوبية 17-12 الأغوار 29-20 وخليج العقبة 28-20 البادية الجنوبية الشرقية 22-12 وأيضا البادية الشرقية 24-14 درجة مئوية إذن في بداية الأسبوع وحتى يوم الأربعاء انقفاض تدريجي على درجات الحرارة فرصة لسقود زخات رعدية من المطر أحيانا قد تكون غزيرة خاصة في المناطق المنخفضة قد تؤدي إلى تشكل بعض السيول خاصة في الأودي والمنخفضات واعتبارا يوم الخميس القادم استقرار الخميس والجمعة استقرار على الأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة